السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يومية بدون غلوتين كما تشوفوا سنشارك معكم اليوم انواع التمور والشريحة تين المجفف بدون غلوتين عليهم العلامة كنت مغديش نظر في هذا الفيديو مع تعرفوا اني بقى مريضة ولكن اريد انشارك معكم هذا الشيء وكي ندوز الوقت ونعطيه واحد الافادة ولكن خفت الناس يكون واحد الخطأ واحد سوء الفهم بانا ماشي انا نقول لكم انا على نفسي واكتر يتسير يكين سوف يأكله اي تمر تمر بالطبع رخالي من غلوتين ما اعرفش سأقلت لكم ما حمرة هذه والسياسة اللي بيع او ما سوف تشوف واحد العلبة عليها بزاف دي الحساسيات اللي مكينينج اللي اذا ما مسموح بهم نقول لكم بانا هاد الانواع هاد المواد اللي غنتشارك معكم اليوم رغتلقاوهم غي عند المغربة والاتراك الناس اللي كتناعكينين هنا في اوروبا اذا ما تقولوش لا رغس نمشي لوح هاد المحل سبيسيال لا لا رحت في هاد الاماكن كي يكونوا مواد بيدون غلوتين والناس ما عارفينهمش وموالي المحل برسوم عندهم مش على اليوم علم اذا نحنا يلي في الحساسي سنتقلبو دائما ونشوفو اه شنو بغنقول لكم تاني او عند البقالة في المغرب اه تهو مره موجود عندهم هاد الشي اه بغنقول لكم على هاد الشوكولات ها هو تلقيتو بزاف اللي حويش تلقيتهم كانت لقاهم دائما وكانت نشاركو معك فيما مشيت كنلقى شي حاجة جديدة عليها العلامة بيدون غلوتين الرجاع للتمر التمر حيط علاش قلت لكم كناكلو هادا والله العظيم لو امازل الشريحة كنقولو شي مرة يكون فيها بحل دقيقة بياض ولا شي غبراء ولا اما كنت مرة كتشوفو رهما فيه اتحاجة واضح اه رمضان اللي فات ليلة رمضان هذا السرغو بانه تهو كيتباع كيتباع الطابيوكا كيتباعش حامل حاجة قلت لكم هكا على هاد الخنيشات حال هاد الخنيشات قلت لكم ليلة رمضان العام اللي فات قلت لي العيد قلت لحلوة التمر واتصلت بي واحد الاخت قلت لي اختي على التمر مسموح قلت لي هاي را كان ناكلو هادا يلا شكتي فيه قاع غسلية كان نغسلو احنا قبال والوالدة على الرحمة دائما قلت غسلوه غي علاق بالدباب على الغبار على ومهما نحيدو الشكل كان نغسلوه قلت لي والله العظيمي لبنتي رمضان كله منعتها من التمر اذا عرفتو بقفية الحال والله العظيم يلازم احز في نفسي ليش تحرمت هاد الريمسكينا هاد المدة كلها من التمر شي حاجة مسموحة لينا الموهيم هاد درارين دير معكم فيديو عند الاتراك والمغاربة موجودة وشو التامن ديالها عليها العلامة قد تكون حتى في محلات كتر اخرين بتاع البلاجكا هولندين وفي عند الاتراك والمغاربة هالشريحة بثاف الانواع المرة اللي فاتت لقيتها حتى في السوق مع الخضراء الخضراء الطرية لقيتم حاطين هاد الانواع ديال الشريحة غادي نتشوفوا ان شاء الله جايين بزاف المواد انا كتغى نخلي هاد الفيديو غير الشريحة وتمر ولكن لا غادي جاي موميل وكايين بزاف الحواج اللي كايينين ولكن غاي باش نعقل على العنوان وكل حاجة جنو فيها كيسولوني الناس باش نرجع ليهم ولتو ما ترجع ليهم ولكن ان شاء الله في صندوق الوصف غادي نكتب جميع هاد الاسماء باش اللي بغا يقلب على شي حاجة يلقاها ان شاء الله وكنتمنى نكون فتكم بهاد بهاد المعلومات بهاد المواد هوا اذا بال بالطبع رطن ما فيه تحاجة انا كن اكد غير الناس اللي وخصت كل علامة عدا كي ياكلوا الحاجة وبعض الناس للأسف وخكت كل علامة وقد ولي هالمنتوج فيه العلامة كيبقى مش شاك فيها سبحان الله واكتر ايه في المواد المحلية المغرب كيشكو فيها بعض الناس كن طالبوا بشكو العلامة ومليكة العلامة كن نشكو مازال اذا كانت منه هاد عدم تيقى ما تبقاش وملي المصانع تاهم تكون عندهم واحد الامانة باش الواحد يكون ياخد المنتوجات بواحد بطمأنينة وياكلهم هو مرتاح الله الله يشافينا ويشافيكم هاد الفرماج هوا هوا وعلي العلامة غادي ندوزو غا يجيو بعض صور ديال الخميرة بزاف الناس كيسولوا على الخميرة وراه مؤخرا اكتشف بان الخميرة المعجونة تهي راها مسموحة ولكن باقي الشك باقي بزاف الناس مرتاحوش لهاد الجواب المسكة هادي تاي راها ديال المغرب موجودة في كل بلاسة تقريبا بعد البقالة في المغرب راها موجودة غير الناس اللي ما شايفين شو اللي ما عارفين ش ها هي تقدر تكون بتاعد المغربة والأتراك هنا في اوروبا وعط الله المسكة بيدون غلوتين في البرتهين راها موجودة تقريبا كلشي الانواع بيدون غلوتين الخميرة الموهم نخلي الخميرة في نظري كلها مسموحة معدد السبولة في ها السمولة هادي كلها اما رفيعة وواحد النوع اخر غادي نحط لكم حتى التصريح ديال الشركة الشركة مصرحة بانهم مسموحين وانهم بيدون غلوتين الشعرية الارز او الشعرية الصينية ارى هي مكتوب عليها 100% غير ارز اللوبيا والجلبانة كنشريها تانا بصف ما عندش نوع ولكن ها هي مكتوب عليها العلامة الناس اللي كيخافوا اللي خاصوا لها بدت كل علامة اللوغو ديال بيدون غلوتين سمحوا لي على صوتير اني نزال مريضة ولكن مبغيش ان مبغيت نتشارك معكم هاد المواد نبعيه معنا بشيفة والله يجي بشيفة لجميع يا رب ويبعد علينا هاد الوباء يا رب والله يجعلها مغفرة للذنوب ها هو التصريح كنتمنا تكونوا تقدروا تشوفوه ذا كشيرة طولتو شي شوية لجوش تصريحات سافي كنظن قل جميع المعلومات اذا نخليكم مع باقي السور ولا تنسونا من خالص الدعاء ورا عندي بساف الفيديوات ديال المواد ديال الوصفات الى كان هذا اول مرة كتشوفو هاد الفيديو ديرو طليل على القناة ومرحبا بكم فيها ولا تنسو الاشتراك والدعم فضلا وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة